معلوماتنا عن الكويتس بسيطة يعني دي معلوماتنا انه يدخل في بعض الصناعات احنا عارفين انه يمكن من فترة كان فيه مشاكل على شرائح التشيبس دي انها تتصدر لبعض الدول فانه يدخل في صناعاتها تزيحاجة كبيرة جدا بالذات انه ليه درجة نقاء عالية لو نتكلم على الكويتس المصري عرفوا لنا يمكن حضرتك بمفهوم جيولوجي اخر حضرتك اكيد عندك المعرفة الاكبر مننا واماكن تواجده في مصر ايه طيب يعني خلينا نتكلم ببساطة عشان بس كل الناس تفهم الموضوع يعني هو الكويتس عبارة عن ثاني اكسيد السيليكون كويس ثاني اكسيد السيليكون ده بتكون من حاجتين عنصر السيليكون وعنصر الاكسوجين كويس الرمز الكيميائي بتاعه هو SIO2 الكويتس موجود عندنا في الصحرة الشرقية في اماكن كتير جدا بس بيتركز في وسط وجنوب الصحرة الشرقية من اهم الاماكن صحرة الشرقية صحرة شرقية من اهم الاماكن اللي بتركز فيها وسط الصحرة الشرقية احنا بنسلمها لثلاث اماكن شمال ووسط وجنوب الفاصل ما بين الشمال والوسط اللي هو الطريق بتاع سفاجة انا الفاصل بين الجنوب والوسط اللي هو طريق مرسع عالم ادفو فالتركيز كله بيبقى في المنطقة اللي هي وسط الشعر والشرقية هو حوالين طريق مرسع وبينزل برضه في الجنوب بس مش بكبئات كبيرة وده سبب من أسباب إجابة ليه موجود المصنع في العين السخرة والله طبعا هو المكان مش وحش ولكن هو بعيد شوي بعيد عن طريق سفاجة يعني يعني لو كانت حاجة كمارسعالم في مارسعالم صحيح ليه بقى لأن مارسعالم دي تعتبر السنتر أنت عندك فوق كوارتس فأنا هاخد الخام وصنع وهنقل خام مصنع نقل الخام المصنع أرخص من نقل الخام الرو ماتيريال أو الحاجة اللي بتنقلها متكسرة من الأرض وخبرها حضرتك فأنا منقل الخام هيكلفني كتير جدا لكن أنا مصنعه ونقله كيخام مصنع أتقل تكلفة النقل على الأقل بسبعين في المئة سححي لو أنا غلطانة في العين السخنة فيه مصنع تانية هل الكوارتس بيدخل في التصنيع ومواد أخرى يمكن موجود في داخل العين السخنة مثلا هذه المواد فتسهل عملية التصنيع والله ممكن ممكن ولكن الحاجات دي زي ما أنت عارفها التركولوجيا بتاعتها بتباعها شوية صحيح أخذ بالك فدايما حاجاتها بتجي من برد في معظم الأحيان يعني وده تبعناه أثناء العرض اللي تم أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة أن يعني كان فيه هناك توصيات أثناء دراسة الجدوة التي عرضت على سيادته بأن يتم استخدام أعلى التقنيات التكنولوجية اللي موجودة في هذا المجال عشان يكون عندنا مصنع زي ما احنا شفنا بالأمس هو مصنع متكامل بداية من التجميع وحتى استخراج المنتج النهائي بكل المراحل التصنيعية تحديدا أنا أزعرف أين بيميز خام الكوارتز في مصر تحديدا وليه بيسمى الذهب الأبيض والله هو اللي بيميز طبعا أننا عندنا مكانين مكان اسمه مارتس ويقات ومكان تاني اسمه مستويقات العرشة ده فيه تركيز قويس جدا يعني بيصل لتسعة وتسعين بوين تسعة خمسة يعني أو تسعة وتسعين علامة خمسة وتسعين في المية كويس فطبعا ده التركيز ده مش كتير نعم وبرضو التركيز اللي موجود في الأمكن دي مش كله تسعة وتسعين بوين تسعة خمسة يعني بين 95 دي دي على حاجة هي جنازة مختلفة فدي ما بتلاقيهاش كتير التركيز العالي ده ما بتلاقيهاش كتير هما دول يعني أحسن مكانين فيهم تركيز وأحسن مكانين فيهم احتياطي يعني مرة السوقات الواحدة وفي حوالي 3.5 منهم طن ده طبعا رقم كويس يعني السوقات العرشة فيها بتاعها حوالي 100 ألف طن مش كتير يعني بس برضو الجريد بتاعهم أو التركيز بتاعهم كويس طبعا الكواردز اللي عندنا في مصر ده حضرتك اللي حم نتكلم عليه ده كله ده اللي هو في السطح بس لكن احنا كل ما هو تحت السطح ما نعرفش عنه حاجة استخداماته ايه يا فندم يعني انا دلوقتي بدخله في ايه في حاجة تانية غير تشيبس مثلا الاستخدامات بقى ناخد الاول هام حاجة والمصنع ده معمول أساسا لها لها الخلايا الشمسية والاللكترونكس المصنع ده هيعمل ايه هياخد الكواردز اللي هو فائق المخاوة وهيعمل منه حاجة اسمها ألواح سيليكون بيعمل له نحن قل لدلوقتي ان الكواردز عبارة عن سيليكون أكسايد عبارة عن سيليكون عبارة عن أكسجين كويس هو هيفصل السيليكون وحده والأكسجين الوحده هياخد السيليكون ده ويبتدي يعمل منه ألواح كويس الألواح ديه المفروض دي مرحلة أولى في تصنيع السيليكون بعد ما بيعمل المرحلة دي حضرتك بيبتدي يدخل بقى على مرحلة تانية ينقي نقاوة أكتر بيطلع منه منتج تاني بيسمون بولي سيليكون كوائز البولي سيليكون ده بقى ده اللي بيستخدم في الخلالة الشمسية وده اللي بيستخدم في الإلكترونيكس طبعا الهمية الكواردس في حياتي دي بيجي منين احنا حياتنا دلوقتي كلها الإلكترونيكس ما عندكش حاجة الموبايل الإلكترونيكس صحيح الصناعات الفنائية الإلكترونيكس كل حاجة في حياتنا تقريبا الإلكترونيكس فبن هنا بتيجي أهمية الكواردس يعني وطبعا دي خطوة جميلة جدا ان احنا ناخد الكواردس ونوصله لحطة الواحل سيليكون دي اللي هي بعدها بتطول على الخطوة اللي هي الأخيرة بقى اللي منها بتنطلق على كل الصناعات الكرونية والطاقة الشمسية والحاجات دي طيب دكتور احنا بنتكلم على الصناعة ويمكن الفترة الحالية هي فترة الصناعة تحديدا لأن الخروج من نفق الزجاجة أو النفق المظلم عنق الزجاجة أو النفق المظلم زي ما بيتقال لن يتم إلا بالتصمية والاعتماد على التصمية وده اللي بيؤكد أن القيادة السياسية عندها وعي وإدراك تام لهذا وبتستغل المواد والموارد المتاحة لديها إزاي هذا المصنع هايقدر لهوين المصر نقلة نوعية في مجال تصنيع الكوارتس تحديدا والقيمة المضافة اللي هايقدر هو يدخلها طبعا هو بيعمل زي ما قد قولنا المرحلة الأولى اللي هي قبل البولو سيلكون في مصنع تاني هيتعمل في العالمين هيوصل لمرحلة البولو سيلكون لو أنت عملت البولو سيلكون خلاص يعني شوف حضرتك بقى البولو سيلكون يعني إحنا لو بصينا هتبص تلاقي البولو سيلكون ده بيقال إنه هيتباع اليومين اللي جيين دول الكيلو جرام ب300 يوان صين اليوان تقريبا ب4 جنيه أو حاجة كده طب يعني بنتكلم كيلو جرام بحالي 1200 جنيه معي في الحسابات عشان ما مش شاطر قوي يعني حالي 1200 جنيه الطن الكواردس أنا ببيعه للتصدير من المنجم مع الأرض المنجم 780 جنيه طب الطن ضحت رتك يعني أنا في 500 جنيه تقريبا زيادة على الأسعار الحالي ده بالنسبة بعد منحلة التصنيع لا لا يعني خليني بس خلينا حتى حتى كوايس أنا ببيع الطن ب700 جنيه ماشي على أرضه هنا الكيلو جرام من بولي سيليكون حضرتك ب120 جنيه أنا هفترض ان الطن هيديني بس في الآخر منتج 50 كيلو بولي سيليكون كميل مش هيديني مية ولا هيديني مية و50 هفترض ان هيديني 50 كيلو بس بولي سيليكون نبتكلم في الكيلو مش الطن الكيلو 50 الطن اللي أنا ببيعه ب800 جنيه أو 2700 جنيه ده هيديني خمسين كيلو بولي سيلكون. الكيلو بكام? ألف ومائتين جنيه. ده البولي سيلكون. طب ألف ومائتين جنيه في خمسين بكام حضرتك? تلت تصفار وخمسة ومائتينشة بالستين ستين ألف تقريبا. ده حل. صح؟ ستين ألف جنيه. أنا ببيعه الأرض بسمية تونمائية جنيه. لو أنا أصنعته هبيعه بستين ألف جنيه. ما فيش مقارنة. طيب. خالص. حتى لو أنا كلفته هكلفه. هكلفه هكلفه ثلاثين ألف جنيه. خدت ثلاثين ألف جنيه. طبعا القيمة المضافة دي في منتالة أهمية. صحيح. الدول المنتجة للكوارتس إيه هي? يعني لو نتكلم على الشرق الأوسط. هل في دول منتجة للكوارتس ولا إحنا الدولة الوحيدة لمنتجة لها؟ لا. هو اللي أنت هتلاقيه منتج للكوارتس السعودية. ممكن السودان. ممكن دول جنوب أفريقيا. اللي بيا مش هتلاقي. جزائر لأ. تونس لأ. المغرب لأ. ليه بقى؟ لأن الكوارتس ده موجود في صخور نارية. الصخور نارية دي موجودة عندنا. دول شرق أسيا بتنتجه؟ دول شرق أسيا ممكن. ممكن. وفرنسا ممكن. كل أي دولة فيها صخور نارية هتنتج كوارتس. لأن البيئة الأساسية بتاعته هي الصخور نارية. الميزة بقى اللي هتعود على مصر من فكرة وجود هذا المصنع تحديدا في ظل يعني يكونه المصنع تقريبا الوحيد أو الأوحد في المنطقة العربية والإفريقية. طبعا هيقودها عليها. الحواية تبايتنا بكلم على العملة الصعبة له الجنيه. الحواية دي التصديرية. طبعا إحنا لسا متكلمين دلوقتي في الفرق ما بين أن أنت تبيعه على أرض المنجم ما بين أن أنت حضرتك تبيعه مصنع. صحيح. خبلك. طبعا دي هتجيب لك عملة صعبة خرفية. خب أحضرتك لأننا أنا الآن تبحث بالجنيه. كم عايز؟ لك أنت حضرتك لما هتصدر مش هتحسب بالجنيه. هتصدر بقى باليوان. هتصدر بالروبيل. هتصدر بالدولار. أخذ بالك. هتفرق كده جد. نحسب بقى 60 ألف حضرتك دول. وإننا هنصرف عشر حتى أول عشرين. تفضلك 40 ألف جنيه مصري. حاولهم بالدولار. حيبوا كم؟ خليلي أسأل طبعا يا دكتور السهيل بصيغة تانية. هذا المصنع وجوده عندنا على الأرض. ولا هو مسوأ نفسه وبيبيع نفسه زي ما بيتقال؟ لا هي مطلوبة. أجدها مطلوبة جدا. ليه بقى؟ أنت عندك حسب عنواتي على مستهل عالم كله ثلاث شركات اللي بتشتغل في الشيبسي. اللي بتاع التالتيرونيكس والكلام داخل. هم تلاث شركات بس بشجر. خب لك. ومحتاجين طبعا خامات كورتز. خامات كورتز برضو مش كتير قوي. يعني منتشرة بالشكل الكبير قوي. خب لك لكنها موجودة. احنا عندنا في مصر بنصنع شاشات وبنقفل عربيات. في عندنا مصنع لتقفل عربيات. هل ممكن الكورتز يدخل في تصنيع المايكرو تشيبس دي في يوم الأيام. ونبتدي خاصة بقى تصنيع عدد كبير من أو محتوى كبير من الأجهزة دي والسيارات دي هنا في مصر؟ طبعا ده ممكن. بس لو حضرتك خدت النوهاو بتاع الشركات. ها كده كده الشركات دي فيها خبراء أجانب يغيبون. دي خطوة تانية. لا موحصة. هاول لحضرتك حاجة. بس دي خطوة تانية حتى الناس عالية تكر التوطين الصناعة اللي حريص عليها سيد الرئيس. هو ده ممكن يحصل. قالت مع الوقت. صح. هيحصل. هيحصل مع الوقت. بس أهم حاجة تحصلي عنه هاو. ليه؟ الحاجات دي التكنولوجي بتاعتها على جد. بقى ده بقى لحضرتك. وبعدين الحاجات دي برضو بيتحط على إضافات. يعني الكوارتس. في تطويرها بحاجة. ما بيشتخدمش لوحده. بيور في موظم اللي أحيان يعني خبالك. الخلطة دي ما حدش بعرفها. زي بصبت حالك البيبس. أو المريند أو كلام من ده. الخلطة دي هم اللي عرفنا بس. يعني يتفل على في خزنة كده زي البنك عندنا كده وما حدش بيعرف يدخل اللي يجبها إلا الراجل اللي هو مرير المصنع مصر. بس فالنهاء وده مهم جدا. لو عرفتوا النهاء وقلصت. زي صناعة السواريخ. زي صناعة في الدنيا. خبالك. انت الوقود بتاع المحرك بتاع الصاروخ ده سر. أيها. خبالك. يعني مش أي دولة تقدر تدهولك. ليه؟ لأنه هو وصل له بعد قديه ودفع فلوس قديه وعمل مجهود قديه. صحيح. خبالك. لكن هي ممكن تيجي بقى بالتدريج ازاي. إذا كان في شباب مصر يطلع بعثات بره. خبال حضرتك. لو فيه ناس شغالة في الشركات دي. وعطقت طبعا فيه مصريين شغالة والشركات دي شهور يعني. الناس دي ممكن تساعدنا بقى بعد كده. بالتدريج يعني. بس الموضوع ده عاوز هاي تكنولوجي و هاي تكنولوجي دي عاوزها فلوس. مكلفة جد. معيش رخيصة يعني. فهي محتاجة وقت. بس هتيجي يعني. إن شاء الله. يعني وإحنا عندنا إيمان تام بإن الوصول للحلم عمره مكان مستحيل. وإحنا عندنا قيادة سياسية بتحلم وبتقدر ليها تحقق هذه الأحلام بالإرادة والعمل. وزي ما شفنا افتتاح مصنع الكوارتزموي من قبله. افتتاح مصنع الرمال السوداء. كل ده بيأكد أن الدولة المصرية بتسعى للاستفادة من الموارد التي كانت لسنوات طويلة. هي موارد مهضرة يتم تصدرها بالعملة الصعبة. بيعني أرقام زهيدة جدا. لا تساوي القيمة أو تعظيم الاستفادة منها بمجرد تحويلها لمنتج مهي. على أي حال بنشكر حضرتك الدكتور أيمن الفيلة الرئيس السابق للإدارة المركزية للمساحة الجيولوجية بهيئة الثروة المادنية. شكرا.